بسم الله الرحمن الرحيم درس النهاردة هو استخدام مست ولا هافتو نستخدم مست او هافتو مين فيهم طبعا هما الاتنين مضارع يعني دولة بيستخدموا في جمل بتكون في زمن المضارع يبقى عندنا مست لها استخدام منفصل عن هافتو و هافتو ممكن تكون طبعا هافتو مع هي وشي وقت وده الجزء الاول من الدرس انا قسمت الدرس اجزاء وهو نفس الدرس متعاد من ساكشن يوزنج بس ساكشن يوزنج كبير فانا قلت اطلع الوحده كده وقسمه كده عشان الناس اللي بتتلغبط والشرق هنا للناس اللي بتفهم زكاءها بصري طبعا تارفيني في ناس زكاءها بصري اللي زكاءه بصري فيجول بيفهم اكتر لما يشوف شرح على بورد او ابو صور هنحطت هنا صور اتمنى انا تكون بتيسر لكم الفهم اكتر عن خمن مع بعض ان الصورة دي فادر بيكلم سان طبعا بيوش خد فيه بيقوله you must return home before 10 ليه must مش هاف تو لان المتحدث هو السلطة يعني الالزام جاي من المتحدث او السلطة جاي من المتحدث فلما بابا يقول انك يجب عليك انك تيجي الساعة كذا هو الباور هو السلطة يبقى السبيكر الالزام جاي من السبيكر تبا مست كويس الالزام جاي من السبيكر المتحدث هو السلطة هو الباور استخدم مست هنا بوس البوس بيكلم الرئيس بيكلم موظف عنده على التليفون يبقى البوس لما يتكلم موظف عنده يبقى السلطة جاي من المتحدث لان هو الرئيس بتاعه الموظف بتاعه you must bring the file now يجب عليك في obligation انك تجيب الملف في الفايل now يبقى المتحدث السلطة طلع منه او الالزام من السبيكر هو السلطة يبقى استخدم مست والزامن هنا مضارع ده is a present situation الموظف الحدوتة الجملة في المضارع في الاسم عبدين على شخص بيغني طيب مفيش قانون يمنع الغنى فلما الزابط يقول له اخرس الالزام من الزابط هو السلطة مش من القانون يبقى الالزام من المتحدث يبقى مست يبقى هنا الالزام من السبيكر الابليجيشن الالزام من السبيكر تبقى مست والجملة في ال present مش في ال past طيب موظف قدام الشغل جافينا ده عاجين نقول له ان عليك الالزام ما تخلص شغل ده كله موظف الالزام من العمل مش من المتحدث العمل كتير يبقى العمل ده لو ما نجا تكلم اقول عنه ايه الالزام مش مني انا الالزام من الشغل بتاعه يبقى الالزام من حتة خارجية مش من المتحدث يبقى الابليجيشن مش من السبيكر الابليجيشن من ظروف خارجية. يبقى he has to finish all this work today. يبقى احنا عشان he طبعا اقول has to. لو كانت مثلا I او we اتبقى have to. او you. اوكي. برضو يبقى احنا هنا الموقف في present. يبقى الالزام من العمل. يعني من غير المتحدث. او من ظروف خارجية. Obligation from outside not from the speaker. بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة هو استخدام must ولا have to. نستخدم must او have to. مين فيهم? طبعا هما الاثنين present مدارع. يعني دولة بيستخدموا في جمل بتكون في زمن المدارع. يبقى عندنا must لها استخدام منفصل عن have to. وhave to ممكن تكون طبعا has to مع هي وشي وات. وده الجزء الاول من الدرس. انا قسمت الدرس اجزاء. وهو نفس الدرس متعاد من section using. بس section using كبير. فانا قلت اطلع الوحده كده. وقسمه كذا. كوز عشان الناس اللي بتتلغبط. والشرع هنا. للناس اللي بتفهم زكاها بصري. طبعا هم تارفيني في ناس زكاها سامعي. طيب. must. must. فهمنا انها obligation from the speaker. have to او has to. obligation from outside. يعني من غير ال speaker. دولة present. الباست بتاعهم مشترك. had to. ده الجزء الاول من الدرس. يبقى كل الحدوطة عندنا. المشكلة في ال present. الماضي حدته مشترك بين الاتنين. ادي الجزء الاولاني. الجزء التاني بقى انا ما نتكلم على ال negative بتاعهم. وال negative بتاع الباست. subscribe. اتمنى تكونوا ان انتوا فهمتوا الدرس. لو عندوكو استفسار او حاجة مش مفهومة. ابعتولي. موجود لك ورباني وفعكو كلكم. ان شاء الله.